بسم الله الرحمن الرحيم لقاء يجمع أصدقاء الدفع الوحدة ممثلي القوة الحديثة في عالم كرة القدم المصرية لقاء يجمع سموحة الشعلة المضيئة والموج الأزرق بفريق وادي ديجلة الغزلان والييلو بلاك حوار كروي مشاهدين لا يقبل القسم على اثنين حوار من أجل الوصول إلى الدور النصف النهائي وملاقات الأسيوتي محمد حمدي زاكي أومد أوكري وفي الأمام حسام حسن على الجانب الآخر الكابتن طارق العشري وتشكيلة وادي ديجلة النهاردة بيبدأ بمحمود رضا في حراس المرمى رباعي في خط الظهر أحمد سالم صفي أنور هادي رياض السيد سالم سلسف وسط الملعب سعيد ومحمد حسن ومحمد جمال بيبو ومسلس أمامي للغزلان ودي أول لقطة وأول فرصة وممكن جول وممكن جول ولكن على طول على طول رجب بكار في الثانية 22 بيشيل هدف محقق محقق للغزلان اللي كانت هتفتتح الحكاية مميز جدا جدا طارق العشري ننحققه إنجازات مع طارق العشري أثناء حرس الحدود ودي كرة وتزديدة ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا محمود أول تزديدة من منجة منجة بيطلق تزديدة قوية جدا جدا ولكن اتحرك لها صح بص شوف آدي الموج الأزرق اللي بدأ يتحرك ويتقدم مدافع دجلة تتلعب على طول الضربة الحرة ولكن اتلعبت بشكل مفهوش خطورة أبدا أبدا أدي كرة ودي خطأ ودي ضغط خطير ودي فرصة وتزديدة حلوة تزديدة حلوة ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد المهدي سليمان أحمد سالم صافي والكرة الأمامية ولكن في هذه الأسناء مشاهدين الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث الشوت الأول في لقاء سموحة وادي دجلة في لقاءات دور الثمانية ببطولة كاس مصر بالتعادل السلبي إلى الملتقى مشاهدين مع بداية الشوت الثاني تقبلوا تحياتي أيمن اكاشف شوت أول تابعناه مع حضراتكم عبر شاشة أونسبورد عموما على بركة الله مشاهدين الكرام انطلقت صافرة الحكم الدولي الكابتن جهاد جريشا عد أحمد تمساح وعمل تمريرها للمتحرك أكري ودي تزديدة ولكن يلاقيها يلاقيها ويعود عليها محمود رضا أول مرة بمهارة فردية أحمد تمساح يقاوح ويعدي ويكسب مساحة في منطقة وسط الملعب ويدي للمتحرك قعد السيد سالم وجمهور دجلة بيقول يا رب والسيد بيلعب كرة خطيرة ودراسية مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن أحمد سالم صافي الكرة المرة دي تسقطت في مكان غريب وعجيب خالي تماما تماما من مدافع سموحه ولكن أطاح أطاح بيها أحمد سالم صافي في هذه الأسناء مشاهدين الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي ولكن لازالت لازالت في القصة مشاهدين حكاية وحكاية في لقاء سموحة ودي دجلة اللي هيمتد إلى وقت إضافي وإكسترا تايم علشان نصل لمعرفة من هو صاحب بطاقة التأهل بالفعل مشاهدين الكرام انطلقت صافرة أحداث الشوت الثالث أو الشوت الأول الإضافي أحمد تمساح بيسلم على طول إسلام تحرك المرة دي ودي خطورة ودي ممكن جول ودي فرصة مش ممكن مش ممكن مش ممكن كورة وإنقاذ أسطوري كورة وإنقاذ أسطوري وصدق أو لا تصدق فرصة كبيرة جدا جدا أخطأ المدافعين وحارس المرمى ولكن القائم والإنقاذ العالمي من مدافع ودي دجلة تلحها بالكعب بص شوف اللاطة الأغرب في هذا اللقاء خبطت في القائم ولكن بالكعب يا ولد يا ولد يا ولد ده السيد سالم بيطلق جهاد جريشا صافرة انتهاء الشوت الأول الإضافي واستمرار للتعادل السلبي ولغة الصمت المستمرة في لقاء لا يقبل القسم على 2 لقاء سموحة ووادي دجلة في دور الثمانية في بطولة كاس مصر النسخة 86 لحظات مشاهدينا وهينطلق الشوت الإضافي الثاني أو الشوت الرابع هنزبط الساعات وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام آخر 15 ديئة تتلعب على طول الركنية ودي راسية راسية من السيد فريد بقول لحضراتكم عنده أربع أهداف وكان واحد من مصادر القوة لفريد سموحة في هذه الأسناه مشاهدينا الكرام بيزدل السطار على 120 ديئة وتعادل سلبي مستمر ما بين سموحة ووادي دجلة تعادل يصل بينا إلى ركلات الترجيح ولكن إلى حين الاستعداد استعداد ملعب السلام إلى ركلات الترجيح نعود سريعا مشاهدينا إلى استاد مصر داخل السيد فريد داخل السيد فريد وبيصد رضا وكده رضا وكده رضا وبالفعل محمود رضا بيعلن عن إنقاذ أول وزي ما تساءلنا هل يطرى الشباك الساكنة سستحرك في ركلات الترجيح عمر والمهدي داخل عمر وبيصد وبيصد مش بقول لحضراتكم دي ليلة ليلة مرسونية هو سيام تهديفي سيام تهديفي لسه باء 14 يوم فقط على رمضان ولكن النهاردة سموحة ودجلة بدينها من بدري جدا جدا ولكن شابوه الركلة التانية لمصلحة سموحة هنشوف داخل داخل وبيتصدى رضا مش ممكن عبدالله بكري عبدالله بكري بيهدر الركلة التانية هو رضا عالمي رضا عالمي بيفكرناه بين الزمان وحلويات وعطايف زمان إبراهيما نداي اللاعب السنغالي صاحب التسعتاشر عام في تاني حوار في مواجهة المهدي سليمان داخل نداي وبيصد المهدي مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن دول حالفين دول كتبين عقد كونتوراتو ركلة جزاء رقم ثلاثة لسموحة وديكورة وجول جول 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 أخيرا قلنا جول أخيرا قلنا جول بعد تزديدة قوية جدا جدا وتنفيذ أمثل لركلة الجزاء أخيرا أخيرا سموحة بيفتتح التسجيل تهد داخل السيد وبيجي بقول الله ده بالكربون يا حبيبي بالكربون ده تيجي ده يسجل ده يسجل ده يصد ده يصد ودي السيد سالم بيعيد معنويات محمود رضا ولكن السيد سالم بيرجع الغزلان حسام حسن رابع الركلات وحوار مع محمود رضا الصراحة محمود رضا والمهدي سليمان عملوا اللي عليهم داخل حسام داخل حسام وبيجي بقول سبته سبته حسام حسن وانتظر تحرك رضا وحطاها على القدم السبتة محمد انور قلب الدفاع خد وقت طويل في تثبيت الكورة المهدي وانور المهدي وانور وطلحها انور انور طلحها بعيدة تماما تماما وعلشان كده بيتقدم سموحة بعد اربع ركلات ترجيح اتنين واحد ركلة جزاء حسيمة عشان كده المهدي سليمان رايح بنفسه يسلم الكورة هو ميمي عبد الرازق خلاص الاعصاب الراجل مش قادر يبص بعد اول ركلتين جزاء ضيحهم ولكن المهدي سليمان اعادوا الى اللقاء احمد نبيل منجا وفرصة لقتل اللقاء والوصول الى السيمي فاينال احمد نبيل داخل داخل احمد نجيل وجول جول 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 وبتفوس سموحة بتفوس سموحة وينتهي اللقاء بفوس سموحة على وادي دجلة في نهاية هذا الحوار المراسوني اللي وصلنا بيه مشاهدينا الى ركلات الترجيح ينتهي اللقاء بنفوس سموحة بنتيجة 3 واحد في الاخير مليون مبروك لسموحة هارد لك للغزلان وهارد لك لوادي دجلة في الاخير لا يسعني مشاهدينا الا شكر حضراتكم على حسن الاستماع هذه تحياتي ايمن الكاشف الان من ملعب السلام الى استاد مصر والزميل العزيز كابتن احمد جمال فا الى هنا